أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي في هذا الموعد التقني الجديد أعيدكم مبارك سعيد وكل عامل وأنتم بألف خير من خلال هذا الفيديو التعليمي أصدقائي سنتحدث عن الوافد الجديد سنتحدث عن الوافد الجديد القمر الأوروبي هوتبيرد 13 جاي تأثين عدد من الأسئلة من المتابعين يسألون سأجيب عن بعض الأسئلة في هذا الفيديو التعليمي شاهدوا الفيديو إلى الآخر ولا تبخلوا علينا بالضغط على زر اللايك المتين اللايك اللايك المتين واشتركوا في القناة وفعلوا زرس الإشعارات على الكل حتى يصلكم كل جديد القمر الجديد أصدقائي من سلسلة أقمار هوتبيرد تم إصداره لعموم الناس في شهر الفائد وتم إطلاق سلسلة جديدة من الأقمار مشاهدين في نوفمبر 2022 قمر 13J وأيضا 13F سيلتحق به قريبا في الأيام القادمة مشاهدين الكرام هذه السلسلة الجديدة من الأقمار أصدقائي تم تطويرها ليصبح نطاقة تقطية أوسع أو متوسع بمقارنة مع الأقمار القديمة أو السابقة وهذه الأقمار أصدقائي سلسلة الأقمار القديمة عمرها الافتراضي انتهى قريبا هوتبيرد 13C وأيضا 13B ستتوقف عن خدمة البت في نوفمبر 2022 أصدقائي تم إطلاق سلسلة الأقمار الجديدة 13J وأيضا 13F ستتحق قريبا أصدقائي في الأيام القادمة والهدف الرئيسي مشاهدين الكرام من إطلاق هذه الأقمار في تكمن في تحسن الإشارة أو تحسين الإشارة في بعض المناطق في بعض المناطق من العالم خصوصا المناطق الأوروبية شمال أوروبا الآن يمكن التقاط الإشارة بأطبق صغيرة في بعض المناطق كالمملكة المتحدة المملكة المتحدة وأصدقائي أما الإخوان اللي يسولوني عن التقطع في بعض القنوات البولونية لا تقومون بأي شيء أصدقائي ترددات تنتقل على شكل دفعات بشكل تدريجي بين الأقمار القديمة وتم إفراغ القمر الأوروبي هتبر 13 من جميع الترددات التي كانت متاحة ويلتحق أصدقائي هذا القمر إلى سلسلة الأقمار الميتة في انتظار 13F سينتقل عليه سينتقل على 13F أصدقائي ترددات الموجودة على 13B وأيضا 13E 13B و13E سينتقل بشكل تدريجي إلى القمر الجديد 13F كما تلاحظون أصدقائي في الشاشة أحزام الأطباق أو قطر الطبق الذي يمكنكم الالتقاط بهذا القمر الجديد هتبر 13G 13G أصدقائي في دولة اليمن بمتر وثلاثون وثلاثين سنتيمتر وأيضا تحسنت الإشارة في دول شمال إفريقيا وأكبر المستفدين دولة اليمن وجنوب السعودية نسل يمن وقلت الإشارة أصدقائي في العراق وشمال السعودية الطقس تيعابي قد تصل إلى 90 قنة قمارية تغييرات أصدقائي شملت الترددات ولم تشمل المدار أما المدار الموقع المداري 13 شرق لازال في مكانه انتقال الترددات على شكل دفعات أصدقائي تغطية موجهة إلى القرى الأوروبية وتحسن الإشارة في بعض المناطق وستلاحظون زيادة كبيرة في الإشارة على القنوات البولونية بأطباق متوسطة هنا في دول شمال إفريقيا كما تلاحظون أصدقائي الترددات التي انتقلت إلى هذا القمر وهو تبار 13 جي كما تلاحظون أصدقائي 11393 وأيضا 11334 11278 1120 11240 11219 مجموعة من الترددات أصدقائي التحقت بهذا القمر الجديد نكتفي بهذا القادر مشاهدين الكرام وأتمنى أن أكون وفقته في هذا الشرح وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة